الحرب بين ايران واسرائيل تتم على الاراضي السورية وسط صمت مطبق من قبل ميليشيات اسد التي اصبحت لا تملك من امرها شيئا صحيفتها اارتس الاسرائيلية نشرت قائمة جديدة تضم اسماء قادة ايرانيين في سوريا شاركوا بالتخطيط للعمليات الامنية ضد تل ابيب بتقرير اعده مسؤولون عسكريون اسرائيليون كبار القائمة وبحسبها اارتس قام بها مقدم يشغل منصب رئيس دائرة التقديرات حول ايران في شعبة الاستخبارات العسكرية ورئيس طاقم البحوط في الشعبة نفسها حيث بيّنوا ان هناك محاولات لطهران لبناء منظومة دفاع صاروخية متطورة في سوريا بخبرات روسية وذلك تحت قيادة وتفعيل كبار الضباط من ميليشيا الحرس الثوري الصحيفة اكدت ان القائمة ضمت اسماء عدد من المسؤولين في ميليشيات ايران وحزب الله من الذين يديرون العمليات الامنية بسوريا وهم علي حسن مهدوي رئيس قسم سوريا ولبنان في ميليشيا فيلق القدس ورازي احمد موسوي رئيس مكتب الدعم وامير حاجي زادة اسم لامع تسلم بعض مسؤوليات قاسم سليماني بعد اغتياله وغلام حسن حسيني المسؤول عن حلب اضافة لاسماء من سوريا ولبنان يخضعون لميليشيا حزب الله والقائمة وبحسب محللين السياسيين دليل دامغ على تحكم ميليشيات ايران بدفة الحكم في سوريا وغياب سلطة بشار اسد عن هذه الميليشيات والعكس صحيح حيث انها هي من تمارس السلطة عليه هذه الاسماء كانت ترافقها اخرى من قبل حيث ذكر التقرير ان عشرة ضباط ايرانيين كبار قتلوا في سوريا منذ عام 2018 حتى الان ضمن سلسلة غارات وهجمات جنتها اسرائيل